المسألة المهمة جداً هو أن الردة وردت في القرآن الكريم في حوالي 11 آية آيات بتتكلم عن المسلمين لو تركوا دنهم هذه 11 آية بتذكر عقوبات في الآخرة ولا تذكر أي عقوبة في الدنيا أغرب ما في الموضوع أن 10 آيات من 11 آية دول مدنية وآية واحدة مكية يعني إيه؟ يعني عشر آيات بتنزل في المدينة مع نزول الشريعة ونزول آيات الأحكام ونزول إفعل ولا تفعل ونزول العقوبات المختلفة والحدود المختلفة ولا تذكر أي عقوبة في هذه الدنيا للردة طيب هل سيدنا أبو بكر غلط يعني لما حارب المرتدين لا ما عايزين نفهم بقى هل هو حاربهم عشان نرتدوا؟ خلي بالك الردة بتاعتهم كانت ردة مختلفة دي مش ردة فردية دي ردة جماعية يعني هي بمثابة عمل انفصالي ناس انفصاليين بينفصلوا عن الدولة الإسلامية بأقاليم كاملة يعيش فيها مسلمين ولعلمكم أول عملية انفصال كانت الأسود العنسي في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام في اليمن فالمسألة كانت مسألة ردة جماعية تعتبر مثابة انفصال والجيش في أي دستور من دستير العالم لمهمتين المهمة الأولى هو حماية الوطن من أي اعتداء من الخارج المهمة التانية هي حفظ وحدة الوطن إذا مجموعة قرروا الانفصال سواء ارتدوا أو ما ارتدوش عن الإسلام يخرج الجيش لتأديب الانفصاليين وإعادة لحمة الوطن وإعادة وحدة الوطن دينا جميل جدا وكل ما في الموضوع نحنا محتاجين نفهمه في سياق النصوص وسياق الآيات عشان ما نسئش لهذا الدين لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي هذه الآية ليست مجرد آية هذه روح تسري في جسد الإسلام لا إكراها في الدين